السلام عليكم يا شباب سنة أولى وأهلا بكم في الترم الثاني معنا في مدد البصوري هاكون معاكم زملتكم مرنال جيوشي فرقة تانية عليك طبيعي ويلا نسمي الله ونبدأ على طول أول حاجة عنوان محضرتنا وهي بعنوان الانفلاميشن وهنا يعرف يعني اي دلوقتي طيب أنا قلت العنوان انفلاميشن تفتكروا كذا يعني انفلاميشن انفلاميشن بالعربي كده معناها التهاب طيب أنا برضو لسه ما كونتش خلفية عن اي الا التهاب دوت كده أول حاجة عايزين نعرفها عن الانفلاميشن هو الديفناشن بتاعه يعني ايه انفلاميشن أصلا تانية حاجة عايزة عرفها الرول او ايه هدف الانفلاميشن تلت حاجة الكوزس أسبابه رابح حاجة الافكت وهو تأثيره خامس حاجة التيبز وهنتكلم عن كل بوينت في دول طيب هنبدأ بأول حاجة الديفناشن يعني ايه انفلاميشن وليكن انسان قاعد عادي جت حشرة أرسته في ايده طيب الحشرة دي ديت مسير خارجي الجسم استجاب ليها فهيرد عليها برد فعل ازاي هنشوف دلوقتي انا لما حاجة ارستني او حشرة ارستني في ايدي الجسم بتاعي او ايدي ذات نفسها بتحمر بتوجعني بتورم طيب يعني ده اللي حاجات اللي انا قلتها دي معناها ان دي رد فعل للجسم تمام طيب يبقى الديفناشن بتاعي هو هو رد فعل الانسجة الحقيقة والبودي بتاعي للمسير الخارجي ده اللي ارستني تمام طيب في اه ديفناشن تاني بيقول ان دوت حاجة اسمها يعني ايه يعني دلوقتي الرد فعل بتاع الجسم اللي حصل ده ده حاجة حلوة واللي حاجة وحشة هتضريني لا دي حاجة حلوة ده بيدافع عن جسمي انا معرفش الارجنزم اللي دخل او الحشرة اللي راستني دي كان فيها سموم كان فيها اي حاجة تدمر للانسجة فده بالتالي ده رد فعل طبيعي وحاجة كويسة لي عشان يحمي البودي بتاعي يبقى ده وكمان ده يبقى الديفناشن بتاعي هو استجابة الانسجة الحية للمسير الخارجي أو قلت ان دي عملية بتسبب دفنس ميكانيسم دي عملية دفاعية الجسم بيدافع بيها عن نفسه فبالتالي هي حاجة حلوة طيب كده انا عرفت الديفناشن تاني حاجة عايز اعرفها وهي الرول ايه دور الانفليميشن ده او ايه يعني اهميته انا دلوقتي لما الارجنزم او الحشرة الخارجية ديت ارستني الجسم رد عليها بكذا حاجة طيب ايه هدف الجسم اني رد عليها مش الارجنزم دوت ممكن يموت لي الانسجة ممكن يكون داخل معاه سموم يدمر لي الخلايا بتاعتي طيب ايه رد بقى فعل الجسم الجسم دوره ان هو يعمل ايه دوره ان هو اول حاجة destroy the agent لازم يدمر لي الارجنزم او الاجنت اللي داخل ده عشان ما يدمر ليش باقي التشوس تاني حاجة لو الارجنزم ده داخل معاه توكسنز يعني داخل معاه سموم هو ممكن يخلي السموم تنتشر في جسمي لا فالانفلاميشن يخفف او يقلل من حدة السموم ديت فيعمل dilute its توكسنز تالت حاجة isolate the agent يبقى انا دلوقتي ضمرت الاجنت خلاص موته تاني حاجة لو هو معاه سموم هقللها تالت حاجة وهي ان يعمل isolate the agent اللي هو يبدأ بقى يعزل الاجنت ده عن باقي التشوس او باقي الخلايا بتاعتي طيب انا دلوقتي خلاص دمرت الجسم الغريب ده وقللت السموم بتاعته وعزلته طيب المفروض بقى ايه ابص النفسي بقى اشوف الجسم ده محتاج good healing لازم اعمله good healing الهدف او الرول اول حاجة يدمرلي او destroy the agent تاني حاجة يقلل من التوكسنز بتاعته تالت حاجة isolate the agent يعزله رابح حاجة يهيأ او ينظم الجسم عشان يعمل good healing يبقى احنا دلوقتي عرفنا يعني ايه definition يعني ايه rule تالت حاجة معنا وهي الكوزس طيب هو بيقول الكوزس وفلسل انجور يعني ايه يعني انا اي سبب هيؤدي لاصابة الخلية ده هيعمللي inflammation طيب انا اصلا مش عارفة ايه الاسباب اللي ممكن تعملي اصابة في الخلية الاسباب اللي هتعملي اصابة في الخلية اول حاجة وهي living organism ممكن يكون زي ما انا قلت كده من شوية ممكن يكون حشرة ممكن يكون بكتيريا ممكن يكون فيروس اي حاجة حية living organism طيب ممكن يكون ايه تاني ممكن يكون non living organism يعني حاجة بقى مش حية زي ايه ممكن تكون physical زي coldness البرد الحار الصديق الى irradiation ده زي مثلا لو ما يوجد مواد كميائية زي كلور او كده وقع على ايدي وبعد كده يبقى ده Technical يبقى يا اما enrollband Wildness يا اما heard shrub يا اما irradiation طيب irradiation زي hcl hiccl وقع على ايدي بعد كده الchemical ممكن يكون أسد أحماض أو ألكاليز كالويات أو ميتالز معادن بعد كده ميكانيكال ترومة إن واحد مثلا اتخبط أو حصل له حدثة فدي عملت له إنفلميشن يبقى أول سبب ممكن يكون زي البكتيريا زي الفيروس ممكن تكون فيزيكال كيميكال ميكانيكال ميكانيكال زي الترومة زي واحد عمل حدثة أو كيميكال لها علاقة بالأسد والألكاليز والميتالز أو فيزيكال لها علاقة بالكولدنس والهوتنس والإيرادياشن ثالث سبب وهو الهايبوكسية يعني إيه هيبوكسية؟ يعني إن الأكسجين قل لما الأكسجين قل بيعمل حاجة اسمها هيبوكسية ده بيسبب سيل إنجري رابح حاجة وهي الجينيتيك ديزيز يعني إيه؟ يعني أمراض ورصية زي إيه؟ إنه ممكن يحصل خلل في النيوكليوس ميوتيشن أوف النيوكليوس فده يؤدي للسيل إنجري خامس حاجة وهو الإنزيماتيك ديفيشنسي يعني يحصل خلل في الإنزيمات الموجودة في البودي فبرضو هيأثر لي على السيل إنجري سادس حاجة وهي النيوتريشن طيب أنا مثلا لو واحد هو عنده سوء تغذية أو مش بيهتغذة كويس فده أكيد هيؤدي لسيل إنجري سابح حاجة أمراض مناعية بقى برضو ممكن تؤدي للسيل إنجري طيب يبقى أنا دلوقتي عرفت إيه هي أسباب الإنفليميشن أي سبب هيؤدي لإصابة الخلية يعني أي سبب من الأسباب دي دي كل الأسباب اللي بتعملي سيل إنجري فبالتالي هتؤدي للإنفليميشن يبقى الأسباب بإما living organism زي قلت بكتيريا أو فيروس من living organism ممكن تكون physical أو chemical أو mechanical ممكن يكون hypoxيا يعني oxygen لاك أو لاك في الأكسجن الرابعة genetic disease أمراض وراثية زي خلل في النواة بعد كده enzymatic deficiency و nutrition و immunological تمام يبقى دلوقتي أنا عرفت الكوزز بتاع الإنفليميشن رابع حاجة الأفكت إيه تأثير الإنفليميشن ده؟ الإنفليميشن بيبقى ليه تأثيرين يئمة local يئمة general وهنعرف دلوقتي يعني إيه local ويعني إيه general أول حاجة الـ local effect يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي لما فيه organism سبب لي مشكلة أو أصور جسمي في إيدي مثلا فالـ local يعني الأصر بيبقى موجود على إيدي بس التأثير على منطقة محددة من الجسم ما قلتش حصل على جسم كله لا الـ local ده بيبقى على منطقة محددة زي إيدي مثلا أما الـ general ده بقى التأثير الإنفليميشن حصل على مستوى البودي كله يبقى ده ليه علاقة بيه البودي أما الـ local يبقى منطقة محددة زي إيدي مثلا طيب هنبدأ بقى ندخل في الـ local وفي الجنرال وهنشوف إيه تأثيره على الـ local دهوي الجنرال أول حاجة الـ local effect أول حاجة عندنا هي الـ vascular phenomena هنعرف دلوقتي يعني إيه وـ تفتكروا يعني إيه الـ vascular phenomena الـ vascular phenomena دي بالعربي كده معناها نظرية أو ظهرة الأوعية الدموية يعني إيه اللي بيحصل للأوعية الدموية لما يحصل لي المثال ده بيوضح قوي مثلا حد قاعد واحد قاعد وجي شخص تاني ضربه مثلا من وراء إن هو ما شافهوش إيه اللي هيحصل الشخص ده هتلاقيه من الصدمة أو من المفاجئة الضربة راح ينكمش كده في نفسه وبعد كده هيبدأ بقى يعني بعد خلاص إما انكمش في نفسه هيبدأ إن هو يفوق تاني ويروح يجري وراء الوضع اللي ضربه دوت هي بالضبط كده نظرية الـ vascular phenomena أول حاجة هيحصل عندي transient vasoconstriction لما بيحصل إما بيكون في أورجنزم خارجي ويحصل لي information الأوعية الدموية بقى إيه رد فعلها أول حاجة قلت transient vasoconstriction يعني إيه الأوعية الدموية بتاعتي أو blood vessel بتاعتي هتبدأ إن هي تنكمش تنقابض يحصل فيها vasoconstriction مؤقت الvasoconstriction ده بيبقى transient مؤقت يبقى أول حاجة هتبدأ إن هي تنكمش طيب تفتكروا بعد كده هتفضل منكمشة أكيد لا هتبدأ إن هي بقى إيه توسع وتشوف إيه اللي بخل علشان تروح تحاربه ثانية حاجة هتحصل هي الvasodilatation ثانية حاجة بيحصل حاجة اسمها slowing of circulation ليه حركة الدم بتقل أصلا حركة الدم هتبدأ إن هي تقل علشان الدم يخرج الخلايا اللي فيه وأهم خلايا فيه هي اليوكوسايت وهي ديت اللي أنا هحتاجها علشان تحارب لي الأورجينزم الخارجي ده يبقى هيحصل slowing في circulation بسبب إيه بسبب margination لي اليوكوسايت إن هي بتبدأ تخرج خلايا الدم البيضاء دي هتبدأ تخرج وهتبدأ تهاجر لمكان وثالث حاجة اسمها inflammatory fluid oxidate إن الجسم هيبدأ يطلع سوائل السوائل دي هتساعد لي يعني إن هي لو الأورجينزم ده تدخل بسموم هتقلل من السموم دي زي مثلا ما يكون فيه حاجة لو زودت عليها مية أنا لما بزود مية على حاجة وحشة تأثيرها بيقل فهي بالضبط كده inflammatory fluid oxidate يبقى نقول ثاني vascular phenomena أول حاجة إن الأوعية الدموية هتبدأ تنكمش أو تنقبض يحصل فيها transient vasoconstriction ثاني حاجة هتبدأ إن هي توسع ثاني vasodilatation ثالث حاجة حركة الدم هتبدأ تقل عشان يخرج اليوكوسايت وتبدأ تهاجر لمكان وكمان يخرج لي شوية سوائل تقللي من السموم أو من الأضرار بتاع الأورجينزم أدي أول حاجة بيبقى الأوعية الدموية بيحصل لها vasoconstriction كل الأوعية الدموية لزقة في بعضها مفيش أي فواصل فده vasoconstriction أدي مثلا وليكن أرجينزم دخل الأوعية الدموية البلاوت فيزل حصل لها vasoconstriction ثاني حاجة بعد ما حصل لها transient vasoconstriction الأوعية الدموية بتاعتي بدأت إن هي توسع يحصل لها vasodilatation أدي بقى فيها أماكن واسعة حصل لها vasodilatation وقلنا ثالث حاجة slowing for circulation عشان يخرج اليوكو سايد تبدأ تحارب الأورجينزم دوت وتدمره وشوية سوائل كده علشان تقلل السموم طيب l-inflammatory exudates احنا قلنا أول واحد هو l-vascular phenomena ثاني حاجة وهي l-inflammatory exudates أنا قلت بيخرج مع l-inflammation شوية سوائل هو سوائل بس لا مش سوائل بس ممكن يخرج جزء من الخلايا زي ايه يبقى l-inflammatory exudates دي دي الحاجات اللي هي بتخرج معه أو في وجود l-inflammation ممكن تكون fluid exudates حاجات سائلة زي fibrinogen antitoxin الجيلوتونين وأوبسن كل دي اسماية سوائل بتخرج مع l-inflammation أو ممكن يبقى cellular part زي جزء من الخلايا خلايا اسمها polymorphs أو ماكروفاج أو البصل البصل دي يعني ضد ليوكوسايت يعني ايه؟ يعني دي ليوكوسايت خرجت في وقت ال-inflammation وماتت فبقت اسمها بصل يعني ضد ليوكوسايت ثالث حاجة الفابوسايتوزيس يعني ايه فابوسايتوزيس؟ يعني الماكروفاج اللي هي الخلايا المناعية دي هتبدأ ان هي تخرج علشان تاكل l-inflammatory ويبقى بتنهي l-inflammatory يبقى نقول تاني اللي احنا شفناه اول حاجة عرفت يعني ايه definition وقلت ان ده رد فاعل الانسجة الحية للمائل وقلت ان هي دي تعتبر defense mechanism ثاني حاجة قلت الرول دي بتعتبر ان هي بتعمل تدمير الاجنت وبتقللي من السموم بتاعته وبعد كده تعزلي الاجنت وتجهز الجسم عشان تعمل good healing بعد كده قلنا الكوزيس قلت اي اسباب بتؤدي لسيل انجوري هتعملي طب ايه هي الاسباب اللي بتعملي سيل انجوري ممكن يكون living organism زي البكتيريا والفيروس او non living organism ممكن زي الفيزيكال او كيميكال او ميكانيكال او هايبوكسيا يعني الاكسوجين قليل او genetic disease امراض وراثية زي mutation في نيوكليوس او enzymatic deficiency يعني خلل فيه الانزيمات او nutritional ديت اه بتبقى سوء تغذية او immunological ديت امراض مناعية بعد كده قلت الافكت وقلت هو ليه اتنين افكت يا اما local يا اما general وقلت ال local فيه منه ثلاث حاجات ويعرفنا يعني ايه vascular phenomena دي بتوصف الاوعية الدموية والinflammatory exudates الحاجات اللي بتخرج اثناء الinflammation والفاجوسيتوزيس الماكروفاج بتخرج حشان تعمل انجل في الاريتانت اول حاجة ال vascular phenomena قلت ان الاوعية او البلد بفزل هيبدأ يحصل لها transient vasoconstriction ان هي تنقبط مؤقتا بعد كده ترجع توسعة تاني تعمل vasodilatation بعد كده يحصل لها slowing فيه circulation عشان هتخرج اليوكوسيتوزيس وتبلغ اليوكوسيت ان هي تهاجر لاماكن inflammation وتخرج دي شوية ثوائل وقلت ادي اكاني ال organism اهو دخل بيحصل transient vasoconstriction بعد كده بيحصل vasoconstriction وتخرج اليوكوسيتوي inflammatory fluid exudates تاني حاجة قلناها inflammatory exudates قلت يا اما بتخرج جزء fluid يا اما بتخرج جزء cellular لو جزء fluid زي fibrinogen antitoxin واوبسن طيب لو جزء cellular polymorphs او ماكروفاج وقلت البصل يعني ضد اليوكوسيت ثلاث حاجة وهي الفاجوسيتوزيس وقلت دي عملية الماكروفاج اللي هي الخلاية المناعية بتبدأ تاكل او تاكل الاريتنت دوت اللي هي تعمله انجار في الاريتنت دا طيب احنا دلوقتي خلصنا local effect عايز اشوف بقى ايه general effect general effect اول حاجة انا قلت يعني ايه general effect انا قلت دوت هيبقى ليه علاقة بكل بكل البودي مش حاجة محددة بس طيب ممكن اول حاجة وهي تأثيره على البرين هيعمل ايه inflammation دا البرين بيعمل بايريكسيا يعني ارتفاع في الدرجة الحرارة تأثيره على الهارت انهو بيعمل fatty change يعني بيغير فيه المواد الدهنية وبيعمل toxic myocarditis itis يعني inflammation toxic myocarditis ديت يعني التهاب في عضلة القلب يبقى على البرين بايريكسيا ارتفاع في درجة الحرارة على الهارت fatty change toxic myocarditis طيب على الاوعية اللمفوية او lymph node بيعمل lymphatic hyperbligin هي بتبدأ الاوعية اللمفوية دي تتضخم رابح حاجة على الفين الاوردة بيحصل toxemia bacteria كل الحاجات دي هنخدها قدام بس يعني كحاجة بسيطة دلوقتي toxemia يعني toxin في الدم bacteria يعني bacteria في الدم virus 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 في الدم virus في الدم كل الحاجات دي هنخدها احنا بس دلوقتي هنعرف مجرد اسماء علشان كده كده هنخدها يعني خمس حاجة تأثيره على البون مرو من ناحية البلد هيعمل انيميا ليه ممكن يعملي انيميا ممكن الانسان اللي تجرح ده او حصله انفراميشن ده يكون فقط جزء كبير من الدم بتاع فيحصله انيميا وهو كمان بيعمل يوكو سايتوزيس انه هيكون خلايا اليوكو سايت جديدة علشان تبدأ تحارب لي الانفراميشن يبقى الجنرال افكت على البرين بايريكسية على الهارت فاتي تشينجو توكسيك مايو كاردايتس على الليمف نود بيحصل لينفاتيك هايبر بليجيا على الفين هيحصل توكسيميا بكتريميا فيريميا على البون مرو في البلد هيحصل انيميا واليوكو سايتوزيس يبقى احنا دلوقتي خدنا اللوكال افكت وخلصنا الجنرال افكت دلوقتي ايه بقى العلمات اللي انا اقدر اميز بيها الانفراميشن اول حاجة انا قلت لما اورجينيز مثلا يقرسني او اي حاجة خارجية تقصرلي على الجسم وتسبب انفراميشن ايه العلمات اللي انا اميز بيها اول حاجة هوتنس ان المكان ده هيبقى سخن تاني حاجة سويلنج اكيد هيبقى وارم تالت حاجة الريدنس هيبقى لونه احمر رابح حاجة وهي قلبين المكان ده هيكون بيوجعني خمس حاجة للوسوف ان انا مقدرش مثلا لو وليكن الانفراميشن ده ايدي ممكن ان انا مقدرش احرك ايدي او نياء توجعني فما متقدرش تقوم بوظيفة بتاعتها يبقى صوتنس ريدنس سويلنج بين لوسوف فانكشن تمام طيب دوت جدول مجمعلي اللوكال افكت والجنرال افكت اللوكال قلت ان هو بيبقى على منطقة محددة specific او لوكالايزد اريا تاني حاجة الجنرال افكت ده بيبقى اه على حسب البودي كله قلت في اللوكال افكت تلاتة بوينت فاسكولر فنومينا اللي هي ظهرت البلوت فيزل او عادة موية بعد كده انفلاماتوري اكسيديت بعد كده الفاجو سايتوزس ان الماكروفاج انجولف الاريتانت طب على مستوى الجنرال بيبقى في البرين بايوريكسية والهارت وعلى اللينفنود وعلى مستوى الفين والبون مارو بعد كده خامس حاجة احنا دلوقتي عرفنا يعني ايه ديفينيشن عرفنا يعني ايه رول يعني ايه كوز ويعني ايه افكت خامس حاجة وهو انواع الانفلاميشن انا عندي نوعين من الانفلاميشن يا اما اكيوت انفلاميشن يا اما كورونيك انفلاميشن طيب الجدول ده مهم جدا ولازم بيجي طبعا في المتحرك كتير اول حاجة عشان اعرف يعني ايه اكيوت انفلاميشن ويعني ايه كورونيك انفلاميشن الاكيوت انفلاميشن ده بيحصل فجأة الاكيوت انفلاميشن ده بيبقى صادن يعني بيحصل فجأة ان انا دلوقتي اه اه اتعورت فالهو الاكيوت انفلاميشن ده يحصل لي صادن اما الكورونيك انفلاميشن لا ده بياخد وقت كبير على بال ما يظهر فبيبقى جراديول طيب تاني حاجة الاكيوت انفلاميشن ده لما بيحصل ممكن يعود مسلا يوم يومين كده يعني الديوريشن بتاعه بتبقى شورت اما الكورونيك لا بيقعد سنين فده لونج ديوريشن اه البلاط فيزل في الاكيوت انفلاميشن بتبقى ثن بلاط فيزل اما في الكورونيك بتبقى ثيك اه ايه بقى الخلايا اللي بتخرج في الاكيوت انفلاميشن حاجة اسمها البوليمورفي او النيوتريفيل ده الخلايا المتعدلة يعني طيب الخلايا اللي بتخرج في الكورونيك انفلاميشن عشان نحفظها نحفظها كده لينفوسايت وهستوسايت بيزوفيل وايزينوفيل وفايبر بلاست وبلازمسل يبقى هي ديت دي اسماء خلايا عادي ما فيهاش اي حاجة بتخرج في وقت الكورونيك انفلاميشن يعني هو في الامتحاء ممكن يقول لي مثلا اي من الخلايا الجاية ديت دي تعتبر من او بتخرج فيه نوع الكورونيك انفلاميشن فانا اقول له مثلا لينفوسايت او اي حاجة من دون موجودة اما الوحيدة اللي بتخرج في الاكيوت انفلاميشن هي البوليمورفي او النيوتروفيل يبقى انا عرفت ان الاكيوت انفلاميشن ده بيبقى صدن اما الكورونيك بيبقى جراديول ده بيبقى شورت ديوريشن ده بيبقى لونج ديوريشن البلاد فيزرد ثن هنا ثيك هنا البوليمورفي او النيوتروفيل لينفوسايت هستوسايت بيزوفيل ازينوفيل فيبرو بلاست وبلازمة سيل دلوقتي انا هتكلم عن الأكيوت انفيلميشن واحنا عرفنا الأكيوت انفيلميشن ده بيحصل فجأة وبيبقى شورت ديوريشن وبيبقى ثيم بلاد فيزل والخلايا بتاعته بتبقى نيوتروفيل او البوليمورفي طيب ايه انواعه انواعه ياما سبيوريتف يعني ايه سبيوريتف يعني انفيلميشن بيطلع صديد او نن سبيوريتف يعني ما بيطلعش صديد طيب بنقسم السبيوريتف لنوعين ياما لوكالايزد ياما ديفيوز لوكالايزد يعني محدد وديفيوز يعني منتشر هنعرف يعني ايه اللوكالايزد ده منه انواع منه ابسس وبويل او فرانكل وكربانكل والديفيوز ارسابيلاز وسيروليتس وهنعرف يعني ايه دلوقتي ديت صورة لأكيوت سبيوريتف ابنديس يعني بيبقى اكيوت انفيلميشن وبيطلع بس في الابندكس اللي هي الزايدة اول حاجة الابسس انا قلت انا قسمت دلوقتي الاكيوت انفيلميشن لنوعين سبيوريتف يعني بيطلع صديد وهن سبيوريتف السبيوريتف قلت منه النوعين برضو ياما ياما لوكالايزد ياما ديفيوز قلت انه لوكالايزد يعني محدد والليفيوز يعني منتشر وقلت اول نوع وهو الابسس فاحنا لما نيجي نعرف الابسس هناخدها كده من تحت هقول ان هو لوكالايزد سبيوريتف اكيوت انفيلميشن لوكالايزد سبيوريتف اكيوت انفيلميشن عشان نعرف الابسس يعني ايه ابسس اصلا ابسس دي يعني الخراج فهنا اقول لوكالايزد سبيوريتف اكيوت انفيلميشن لوكالايزد يعني هو بيبقى محدد وسبيرتف يعني بيطلع بص وآكيوت انفريميشن ده النوع بتاعه بيتسبب بحاجة اسمها استفيلو كوكا الانفكشن ده نوع من الانفكشن أو نوع من البكتيريا بتسبب الأبسس طيب دي تصورة للأبسس أنا دلوقتي عندي الفتق في الأبسس يعني الأبسس اللي قدامي ده ممكن يكون إيه مصيره مصير الأبسس إن هو يا إما يلتقم يعني يتعالج وده بيبقى اسمه هيلينج أو ممكن يحصل أنه خلاص مايتعالجش ويستمر بقى معايا أو ممكن يحصل زي دي كده أو ممكن يحصل يعني إيه ساينس ويعني إيه فستولة ساينس دي الحاجات دي اللي اتنين دول برضو هناخدهم قدام بس تعريف يعني حاجة اسمها يعني إيه يعني بتبقى فتحة بين الإبسيليم بتاع الإلسكن وبين الأورجن بتبقى فتحة بين الإبسيليم وبين الأورجن والفستولة دي بتبقى فتحة يعني إيه يعني مثلا عضوين بيفتحوا على بعض بس بطريقة مش طبيعية يعني بيسبب لي مشاكل الحاجات دي اللي اتنين دول هناخدهم قدام ونعرفهم الساينس دلوقتي اللي هنعرفوا عنه إن هو ده من الفيتوف الأبسيس ودي معناها فتحة بين الإلسكن وبين الإلسكن وبين الأورجن بتاعي أما الفستولة دي بتبقى فتحة غير طبيعية بين عضوين يبقى ديت أب نورما سادس حاجة البايميا قلت إن ديت سيبتك إمبولاي في الدم وناخدها برضو قدام بتكون سمول مالتيبول أبسيس بتكون أبسيس كتير وبيبقى عدد حجمه صغير سمول مالتيبول أبسيس يبقى اللي أنا عايزة يعرفه في المحاضرة دي يعني إيه أبسيس قلت إن هو بيتسبب حاجة اسمها استفيلو كوكا الانفكشن قلت إيه مصيره إن ممكن يحصله هيليك أو كورونيك أبسيس أو كورونيك ألتصر أو ساينس أو فيستوى وبايميا تاني حاجة من اللوكالايزد أكيوت إنفليميشن وهي البويل أو الفرونكل بويل أو فرونكل يعني إيه يعني ديت اللي هي زي الصورة اللي احنا شايفينها دي ديت بتطلع فيه الأماكن اللي بيكون فيها هير فوليكل فرونكل يبقى أفتكرها بهير فوليكل يبقى دي سمول أبسيس بتتبع الهير فوليكل طيب الكربانكل الكربانكل بقى دي عبارة عن باصلز بتبقى موجودة في مالتبل ساينس يعني لو دي الفرونكل مثلا أو البويل بتبقى ليها ساينس واحد أما الكربانكل نعرفها بأن هي مالتبل ساينس يبقى قلنا الأبسيس وقلنا البويل أو الفرونكل دي ريليتد للهير فوليكل وقلنا الكربانكل يبقى مالتبل ساينس بتطلع باص كده احنا خلصنا النوع اللي هو اللوكالايزد سابيوريتف أكيوت إنفليميشن للوقتي الديفيوز سابيوريتف إنفليميشن وقلت ديفيوز يعني منتشر وسابيوريتف يعني بيطلع باص أكيوت إنفليميشن طيب النوع الديفيوز ده بيتسبب بحاجة اسمها ستريبتو كوكال إنفكشن زي الاستفيلو كوكال بس الاستفيلو كوكال دي بتسبب اللوكالايزد أو الأبسيس أما الاستريبتو كوكال دي بتسبب الديفيوز إنفليميشن دلوقتي أنا قلت فيه نوعي من الديفيوز سابيوريتف إنفليميشن اول حاجة حاجة اسمها إرسبيلز وحاجة اسمها سيلولايتز ايه الإرسبيلز دي زي ما احنا شايفين هنا كده دي بتبقى إنفكشن في طبقة الدرمز احنا عارفين ان الارسكن بيتكون من إبيدرمز ودرمز هو بيبقى إنفكشن حصل في طبقة الدرمز وخاصة متاعة الفيس الحاجات اللي احنا شايفينها دي اول حمردة ده بيبقى حاجة اسمها ريد بنفول ديجن بتبقى مجاعة جدا للمريد أو للباشن تدوت يبقى ده بيحصل إنفكشن في طبقة الدرمز وبتبقى ريد بنفول ليجن في الليسكا طب السيلولايتز دي زي ما احنا شايفين هنا برضو بتبقى في الأطراف بتبقى ديفيوز سبيرتب انفلاميشن زي ما احنا لسه فاهمين هنا دلوقتي إن ديفيوز بتبقى منتشرة وسبيرتب يعني بيتطلع بس انفلاميشن بتبقى موجودة فين بقى؟ بتبقى موجودة في طبقة الصاب كوتينيس كونكتف تيشو بتبقى تحت يعني بتبقى ديب بالنسبة للدرمز تمام؟ يبقى الإرسيبيلس بتحصل في الدرمز أما دي في الصاب كوتينيس كونكتف تيشو دي بتبقى ريد بنفول ليجن في السكن يبقى دلوقتي أنا عرفت يعني إيه؟ لوكاليزد انفلاميشن لوكاليزد أكيوت انفلاميشن وعرفت يعني إيه؟ ديفيوز أكيوت انفلاميشن دلوقتي عايزين نتكلم عن الإرسيبيلس شوية الإرسيبيلس إحنا لسه قايلين إن هي ديفيوز سبيرتب أكيوت انفلاميشن أول حاجة عندنا بيقول إن هي بتحصل among middle aged persons بين أو في مناطق في منتصف العمر أو في الأشخاص يعني في منتصف عمر الأشخاص تاني حاجة إن هي بتحصل في الwarm climate في المناخ الدافئ إزاي بقى بيحصل لسه قايلين من شوية بتحصل بسبب حاجة اسمها الستريبتو كوكال انفكشن قولنا إن الليفيوز أكيوت انفلاميشن بيتسبب بحاجة اسمها ستريبتو كوكال انفكشن يبقى أول حاجتين دولي بتحصل في الميدل ايج ديرسون في منتصف العمر تاني حاجة إن هي بتحصل في الwarm climate وبتتسبب بحاجة اسمها إسبايجين اللي هي ستريبتو كوكال انفكشن تاني حاجة إن زا ما احنا شوفنا في إن هي بتتسبب في الصورة ديت قلنا إن دا بيبقى رد بين فو الليجن في طبقة الديرمز وهنا قلنا خاصة بتبقى في الفيس طيب يعني إيه يعني دي بتبقى عبارة عن إرسيمة إرسيمة دي جت يعني بيبقى أحمرار في الجند وبتبقى كوتينيا ستسويلين بتبقى تورم برضو في الجد يبقى أحمرار وتورم زي باحنا لسه إليين إن هي رد سويلين بين فو الليجن بتبقى فيه بتبقى على الفيس على الفيس أكتر حاجة وبتبقى قليلة على البودي أو الإكسترمتي يعني هي أكتر مكانية بتبقى في الفيس يبقى أول حاجة بتحصل في الميدل إيجد بيرسون وفي الورم كلايمتز بتتسبب بسبب الستريبت وكوكا الإنفكشن وبتحصل إن هي عبارة عن إرسيمة دي جت كوتينيا سوينينج أو رد بين فو الليجن بتبقى على الفيس وبتبقى قليلة في البودي أو الإكسترمتي ثالث حاجة الراج بتاعها الشكل بتاعها يعني بيبقى بيبقى شرب إن أنا بقدر أميز الحروف بتاعته بيبقى حروفه سهلة التمييز يعني أقدر أميزها وبيبقى على شكل بوتر فلوي على الفيس زي ما إحنا شفنا على شكل بوتر فلوي يبقى في الصفحة دي أو في السلايد دي أنا عايزة عارف إن هي في الميدل إيج دي بيرتون بتحصل في الورم كلايمت بتبقى سوبر فيشيال إنفكشن عشان أنا قلت إن هي بتبقى في طبقة الديرمز وبتتسبب بي الإسبيوجين اللي هي الستريبتو كوكلا إنفكشن بتبقى عبارة عن إرسماتوز كوتينيا سويلينج أو رد بين فو دليجن بتبقى على الفيس أكتر وليس فريكوينتلي على البودي أو الإكسترمتي اللي هي الأطراف وقلت الريش بتاعها بيبقى الشارب إن أنا قدر أميزه وبتبقى على شكل بوترفلاي ديستريبيوشن طيب أنا دلوقتي وصفتها أول ما أنا شفت الصورة طب أنا عايزة أوصفها من ناحية الهيستولوجي أو الهيستولوجيكال إجزامينيشن أدقق بقى فيها واشوفها أول حاجة إحنا عارفين إن الإرسبيلس الإرسبيلس دي إن هي دفيوز سبيوريتف أكيوت إنفليميشن معروفة تاني حاجة إن هي أكيوت إديمة ديت يعني أكيوت إنفليميشن يبقى دلوقتي إحنا عارفين إن الإرسبيلس دي نوع من دفيوز وأكيوت وصبيوريتف طيب أنا لما أقول مثلا أكيوت إنفليميشن أكيد الخلايا اللي فيه هتضلع نيتروفيل اللي هي البوليمورفي طيب النقل البوينت الرابعة إحنا عارفين برضو من شوية إن أنا قلت إن الإرسبيلس دي بتحصل في طبقة الدرمز والإبدرمز يعني بتبقى سوبرفيشيال الطبقة اللي هي تحت الجاد بعد كده بيقول اليوكو سايتك إنفلتريشن يعني أنا دلوقتي أنا دلوقتي بفحص الإرسبيلس دي أنا شفت إيه شفت إن هي بتبقى دفيوز منتشرة بيبقى فيها أكيوت إنفليميشن بلاقي فيها خلايا ليوتروفيل وبلاقيها في طبقة الدرمز والإبيدرمز طيب فيه كمان اليوكو سايتك إنفلتريشن إن الخلايا الدم البيضاء دين هي بتبقى بتبقى كتير قوي عند حوالين الفيزل بتبقى كتير حوالين الفيزل وبتدأ إن هي تتغلغر يعني وتروح كتير حوالين الفيزل والسكن أدنيكسي يعني ملحطات الجلد اللي هي الشعيرات الحاجات اللي في الجلد اللي غضد وكده يبقى اليوكو سايتك إنفلتريشن دي بتبقى موجودة عند الفيزل وعند السكن أدنيكسي بعد كده فيه حاجة اسمها مايكرو أبسيز يعني إيه يعني المايكرو أبسيز دي بتبقى أبسيز عادي بس بيبقوا كتير وعدادهم وحجمهم صغير فاسمها مايكرو أبسيز بتبقى برضو موجودة في حالة الإرسابلز والتيشو نيكروزز بيبقى مينور نيكروزز ده يعني إن البلاطسابلائي اللي رايح للتيشو مبقاش يروح يعني مبقاش فيه تغذية للتيشو بيقول إنه هو بيبقى قليل يبقى ملخص اللي صليت دي أنا لما بايجى شوف الإرسابلز بواجه عام غير لما أنا بشوفها histological examination أنا دلوقتي عملت لها histological examination وفحصتها فحص دقيق أول حاجة بلاقي إن هي diffused بلاقي فيها acute inflammation أو edematous و Neutrophil Inflammatory Reaction بلاقي خلايا Neutrophil ديت بتبدأ يعني تعمل Reaction بتاع Accute Inflammation وبتبقى موجودة في طبقة الديرمز والإبديرمز لحد طبقة إلصاب كوتينيس تشو وبقول إن Leucocytic Infiltration تبقى موجودة أكتر عند الفيزل وعند السكن أدنكسة وMicro Apsis دي عبارة عن أبسس كتير وحجمها صغير بتتكون في حالة الإرسابلز والتشو نيكروزز بيبقى قليل دلوقتي أنا خلصت الأكيوت Inflammation وقلت منه الصابيرتف والنصابيرتف وخلنا في الصابيرتف في Localized Epsis والبويل أو الفرانكل والكاربانكل وقلت في الدفيوز في منه وعين إرسابلز وكلمنا عنها والسيلوليتس دلوقتي هندخل على The Chronic Inflammation أول حاجة الأسباب بتاعته إيه اللي بيسبب لي The Chronic Inflammation The Chronic Inflammation ممكن إن هو يجي لوحده بس بيبقى على فترات طويلة يعني Low Violent Organism بيجي Organism عددها أولاية بس بتتكون بقى على فترات طويلة أكتشف إن فيه Chronic Inflammation أو أكون أنا مثلا عندي Acute Inflammation ومعلكتوش وأهملتو فيقلب معايا ب Chronic Inflammation يبقى هي دي الأسباب يا إما بيتكون بسبب Low Violent Organism أو Acute Non-Treated Acute Inflammation طيب طيب بيقول يعني إن بيلتقن بحاجة اسمها Fibrosis الفيبروزيس دي بيتكون معاني U-Andyuginesis يعني بيكون بلود فيزل جديد أخر حاجة هي Chronic Inflammation ليها نوعين يا إما Specific يا إما Non-Specific يعني إيه Specific Specific يعني حاجة محددة يعني مثلا لما أقول اللي بيسبب لي الـ TB أورجنزم معين الأورجنزم معين ده بيبقى Specific تمام يبقى Chronic Inflammation بتاعه بيبقى Specific مش أي أورجنزم يقدر يسببهولي لا هو أورجنزم معين اللي يقدر يسبب لي الحاجة دي Chronic Inflammation ده فده اسمه Specific زي الجرانيرومة تاني حاجة Non-Specific يعني مش محدد أي أورجنزم بقى يقدر يسببه يبقى احنا للوقت أخدنا النهاردة عرفنا أول حاجة Definition بتاع Inflammation والـ Rule والـ Causes والـ Effect والـ Time أول حاجة قلت هو هو استجابة الأنسية الحية للمؤثر الخالكي وهو عبارة عن وسيلة دفاعية للجسم ضد الإنجرس ده ثاني حاجة قلت الـ Rule إنه هدفه يدمر للـ Agent يقلل لي من التوكسن يعزل الـ Agent ينظم الجسم عشان يعمل جد طيب ثالث حاجة وهي الـ Causes قلت أي سبب أو كل الأسباب اللي بتؤدي للـ هتسبب لي ممكن يكون الأسباب لي living organism زي بكتيريا أو فيروس أو non-living organism ممكن يكون physical chemical mechanical وممكن يكون hypoxia يعني oxygen أو genetic disease يعني بيحصل خلل فيه نيوكليس أمراض وروسية بيحصل خلل فيه نيوكليس enzymatic deficiency خلل فيه أو إلا فيه الأنزيمات nutritional حاجة بسبب سوء التغذية immunological أمراض مناعية كل دي بتؤدي لإصابة cell injury فبتعمل لي inflammation بعد كده قلت الـ effect الـ effect يقيمة local يقيمة general وقلنا يعني ايه local يعني في منطقة محددة ويعني ايه general يعني خاص أو تابع للجسم كله قلت في الـ local effect ثلاث حاجات Vascular Phenomena Inflammatory Excidate Phagocytosis في الـ Vascular Phenomena قلنا إيه اللي بيحصل للقوعية الدموية أو البلاطفز أول حاجة إن هي بتبدأ تنقبت يعني transient vasoconstriction ثاني حاجة إن هي بيحصل لها vaso dilatation تبدأ 2 ساعة ثاني بعد كده بيحصل slowing في circulation اللي حركة الدم هتبدأ تقل ويخرج اليوكوسيت وتبدأ تهاجر وكما يطلع Inflammatory Fluid Exidate طيب ده مثال قلنا إن هو بيحصل vasoconstriction اللي نوعية الدموية بتبقى قريبة جدا من بعضها لما الورجينزم دخل بعد كده قلنا ان هيبمية بيحصل ويحصل ويحصل slowing في circulation وتبدأ اليوكوسيتن هي تخرج بعد كده تاني حاجة Inflammatory Exidate قلنا بيخرج يا إما Fluid يا إما Cellular لو Fluid زي Fibrinogen Antitoxin Agritonine وأوبسن يا إما Cellular زي بوليمورف أو ماكروفاج أو بصل أو دد ليوكوسيت طيب ثلاث حاجة الفاجوسيتوزيس دي عملية الماكروفاج بتعمل انجلف للإريتن بتاكل كده خلصنا Local Effect وندخل على General Effect قلت على مستوى البرين بيحصل بايريكسيا يرتفع في درجة الحرارة ممكن يحصل على مستوى الHeart Toxic Mycorditis لتهاب في عضلة القلب على الإنفلودن هي بتبدأ تتضخم على الفين توكسيميا أو بكتريميا أو فيريميا على البون مارو البلده يحصل فيه أنيميا وليوكوسيتوزيس يكون ليوكوسيت كثير عشان تحارب الإنفلاميشن وقلت اني Cardinal Thyme بتاع الإنفلاميشن ممكن يحصل Hotness اللي هي تبقى سخنة Swilling اللي هي متورمة Redness احمرار Pain Loss of Function مقدرش يحرك الجزء ده وقررنا بين Local Effect و General Effect وقلنا الأنواع Inflammation Acute Inflammation و Chronic والمقارنة دي مهمة إن الأكيوت إنفلاميشن بيبقى Sudden أما دي Short Deuration Long Deuration Simplot Vizel Thick الخلايا بتاعته Neutrophil أو البوليمورفي وهنا لينفوسايت هستوسايت بيزوفيل زينوفيل Fibroblast و بلازمة سيل بعد كده دخلنا في Acute Information وقلنا إنه نقسمه النوعين إما Suburative أو Non Suburative قلت بقسمه النوعين Localized و Diffuse وعرفنا Suburative يعني بيتلع بس Non Suburative ما بيتلعش بس أول حاجة الأبسس قلنا إنه هو Localized Suburative Infirmation نخدها من تحت الفوق Localized Suburative Acute Infirmation بيتسبب بحاجة اسمها كوكال Infection طيب إيه مصير الأبسس ده يأما يحصل له يعني يتعالج يأما Chronic Apsis يقلب إنه هو يبقى مزمن يأما Chronic Ulcer يأما Sinus أو Fistula أو Biomia وقلنا إنه فرق بين Sinus و Fistula وقلنا إنه Sinus يعني Blind End Tract فتحة بين الإبسيريان بتاع الاسكن وبين الأورجان أما ديت بتبقى أبنينج بتوين توهولو أورجان بتبقى حاجة أبنورمال بين عضوين بيفتحوا على بعض هو أن ال Biomia دي بيتكون فيها Small Multiple Apsis بعد كده البويل أو الفرانكل يبقى Hair Follicle يبقى Small Apsis Related to Hair Follicle الثالث حاجة الكاربانكل وده بيبقى عبارة عن بس بيخرج من Multiple Sinus أما البويل بيبقى Sinus أما هنا Multiple Sinus خلص من Localized Acute Information ودلوقتي ديفيوز وأن ديفيوز يعني بيبقى ممتشر بيتسبب حاجة اسمها Striptococcal Infection منه نوعين يئم إرسيبيلس يئم سيلوليتس وقلنا أن الإرسيبيلس بتحصل في طبقة الديرمس وهو عبارة عن Red Benful Lesion في الاسكن أما السيلوليتس دي بتحصل في طبقة الصاب كوتينيس كونكتف تيشو بعد كده تكلمنا عن الإرسيبيلس وقلنا أنه بيبقى أو بيظهر في Middle-Aged Person وبيبقى موجود في المراخ الدافئ وبيتسبب بال وده بينتشر بسرعة بيبقى عبارة عن إرسيمة وحمرار في طبقة الجلب وبيبقى بيبقى بيبقى بتبقى موجودة في الفيس أكتر وبتبقى لأقل في البودي أو وأن ده بيبقى بيبقى أقدر أميز البوردر بتاعه وبيبقى على شكل في الفيس طيب أنا لما جاء فحصته من ناحية الهيستولوجي لقيت أنه هو ديفيوز وأكيوت إنفراميشن ومدام أكيوت إنفراميشن يبقى يطلع نيوتروفيل إنفراماتوري وقلت بيبقى موجودة في طبقة والإيبي ديرمز لحد بيمتد لحد الصوب كوتينيس تشو وقلت أنه بيبقى موجودة عند الفيسل بيبقى فيه كتير ليوكوسايتك انفلتريشن يعني ليوكوسايتك كتير عند الفيسل والسكين أدنيكسيا والحقوقات الجلد زي الهير زي الغدد أخر حاجة وهي المايكرو أبسس قلت إن بيبقى فيه أبسس كتير وبتبقى صغيرة بتتكون وكمان بيحصلتش نيكروزش بس بيبقى قليل ودخلنا في الكورونيك انفلاميشن وقلت إن الأسباب بتاعته يا إما أنا يا إما أنا كان عندي أكيوت انفلاميشن ومعلكتوش فقلب معي بكورونيك انفلاميشن أو تكون عادي من البداية ده بلو فيرولنت أرجينيزم وقلت إن الكورونيك انفلاميشن ده بيسبب ديستركشن للتشو وبيلتأم بحاجة اسمها فايبروزيس يعني تكوين الألياف مع تكوين أنجيوجينيسز يعني نيوب لط فيزل وعرفنا إن الكورونيك انفلاميشن بيتقسم لنوعين يا إما سبسيفك يا إما نانس بسيفك سبسيفك زي الجرانيلومة يعني حاجة محددة أرجينيزم محدد لنوع من الكورونيك انفلاميشن أما نانس بسيفك مش بيبقى محدد أي أرجينيزم ممكن يعملوا ودهو أم سي كيو نحلهم أو ممكن إحنا نحلهم دلوقتي أول حاجة بيقول الانفلاميشن ده زي سبونس وقف زي أكيد الليفينج تشو أكيد مش دد لا هي الليفينج تشو ثاني حاجة انفاسكولار فنومينا تشوف زي السل كان مارجينيت مين الخلايا اللي بتهاجر في حالة الفاسكولار فنومينا قلت اليوكو سايت ثالث حاجة which of the following consider as fluid قلت فيه جزء بيخرج وجزء سلللر الجزء الفلود كان منه أبسن أما دول سللر بوليمورف وماكروفاج دي سلللر بورد رابع حاجة البصل البصل دي قلنا يعني إيه يعني دد اليوكوسايت اليوكوسايت خرجت تحيق خامس حاجة الفاجوسايتوزيس يعني ايه فاجوسايتوزيس من اللي بيعملها الماكروفاج الماكروفاج انجولف الاردد ستة general effect of the inflammation على البرين بيحصل بايريكسيا بايريكسيا يعني ارتفاع في درجة الحرارة سبع حاجة acute inflammation بيتسبب او بنوصفه الأكيوت يبقى thin blood vessel which of the following related to acute inflammation مين الخلايا neutrophil او البولي مورف طيب الابسس ده عبارة عن ايه قلنا نجيبها من تحت localized suburative inflammation localized suburative acute inflammation 10 البويل related to بويل او الفرنكل يبقى hair follicle is red vein full lesion قلنا granuloma specific chronic inflammation specific طيب طيب بعد كده heild boy fibrosis اكيد قلنا اخر حاجة وهو coronic inflammation ودي الاجابات اللي احنا حلناها مع بعض وبكده نكون خلصنا محاضرتنا النهاردة اتمنى المحاضرة تكون سهلة كان معاكم زملاتكم ميرنال جيوسي اشتركوا في القناة